موسيقى أول كلمة معانا كلمة graph graph بمعنى رسم بياني تاني كلمة هي par graph bar graph بمعنى رسم بياني خطي بيبقى على هيئة خطوط وهنشوف إن شاء الله في الشرح اللي جاي column column بنحظ طبعا هنا في النطق ال-n silent وcolumn بمعنى عمود row بمعنى صف vertical بمعنى رأسي horizontal بمعنى أفقي طيب إحنا بس عايزين نفهم كده ببساطة كده يعني ايه أفقي ويعني ايه رأسي إحنا لو معانا ألم ومسلا حطناه مع بعض على مكتب بالشكل ده نايم بالشكل ده يبقى هو كده في وضع ايه؟ وضع horizontal نايم كده طيب لو إحنا مسكنا الألم موقفين وعلى المكتب بأيدينا مثلا فهنبقى كده موجود بوضع رأسي وضع رأسي بمعنى vertical خلاص فهمنا الفرق ما بين كلمة horizontal وكلمة vertical طيب كمان يعني هم هم كلمتين مهمين إن إحنا نحفظهم يلا نرجع مع بعض كده أهو أدي vertical horizontal vertical horizontal نحاول نقسمها بحيز نحفظها كمان معانا كلمة less than بمعنى أقل من وgreater than greater than بمعنى أكبر منه طبعا دي السيمبل أو العلامة بتاعتها equal equal بمعنى يساوي title بمعنى عنوان هنشوف مع بعض إحنا زي الbar graph لما نبدأ نرسمه محتاجين نعمله title العنوان بتاعه اللي منفهم من خلاله بنتكلم عن إيه؟ convert كلمة convert بمعنى يحول table بمعنى جدول وهناخد أول lesson معانا بيقول الزا bar graph طيب الأول عايزين نفهم من خلال example من خلال مثال معانا يعني إيه فكرة الbar graph طيب تعالنا نتخيل مع بعض إن إحنا في الفصل عندنا والmister بيبدأ يسألنا بيسأل الطلبة اللي معانا مثلا كم واحد معانا بيحب لعبة football كرة القدم وليكن مثلا 4 من students 4 من الطلبة رفع ديهم طيب كم واحد بيحب لعبة basketball مثلا 5 رفع ديهم طيب كم واحد بيحب handball كرة اليد فمثلا 2 فمن خلال table اللي عملناه والله قدرنا نعرف إن على حسب العدد اللي كان وده في الفصل دي كلها example يعني أرقام يعني عشوائية ممكن تبقى أي أرقام تانية احنا مندي مثال football 4 والبسكتبول كانوا 5 طلاب وي الhandball كانوا 2 تمام احنا نقدر من خلال table ومن خلال المعلومات اللي احنا قلناها دي نبدأ نرسل بار جراف طيب الأول هنفهم الأول نرسله زي مع بعض احنا قلنا إن فيه اكسز بمعنى نعمل اكسز كده هورزنطل الاكسز هورزنطل ده بمعنى أفكي نبدأ نعمل واحد تاني بشكل بشكل راسي وهنعمل إيه بقى هنعمل هنا نكتب هنا أنواع السبورتس أنواع الرياضة اهو سبورتس ونبدأ مثلا نقول والله هنا كان عندنا كان نوع من السبورتس كان فيه فوتبول كان فيه باسكتبول كان فيه هاندبول ونبدأ نرسمه طيب ونبدأ بقى على الاكسز التاني اللي هو البرتكال نحط زي سكيل او زي مستر كده ما عندنا زيرو نقول وان تو سري فور فايف وهكذا يبقى الاكسز ده بيمثل عندك النمبر العدد النمبر بتاع الايه؟ السبورتس طيب نبقى اوضح ونبدأ نقول والله احنا كان عندنا فوتبول كام فور تعالي برضو نبي مثلا كمختصر الـF او الحرف من الفوتبول والباسكتبول او الحرف P والهاندبول كان كام في الفوتبول كان فور نروح طلعين ورسمين فور اهو كانو كام في الباسكتبول فأعرف نطلع رسمين الـ5 كانو كام في الهاندبول 2 نطلع رسمين 2 فاهمين لزاي طيب احنا هنوضح الكلام ده طبعا بصورة اوضح من خلال الايه الرسم اللي احنا رسمينه نحاول نمسح الكلام ده كله كده مع بعض عشان نرجع للصورة النهائية اهو زي ما احنا لسه رسمين مع بعض احنا اهو تشوفوا بس الاشارة معنا و احنا بتشاول ادي هو الاحسز اللي احنا قولنا اكسز هنا طيب اوفيس بورس الاكسز بتاع الهوردل بتاع الوفوكي حاطين فيه طيب اوف سبورس ففي الفوتبول الباسكتبول الهاند بول وهنا حاطين اهو السكيلة هو فده الاكسز بتاع عدد الطلاب وبدأنا نقول الفوتبول ادي فور فنظل الفور الباسكتبول كانوا فايف فظللنا فايف والهاند بول كانوا تو فظللنا خلاص هو ده كده البارجراف وهي دي طريقة رسم البارجراف بس احنا عايزين برضو نعرف حالة ان احنا مش بندرس حاجة كده وخلاص هي كل حاجة لها فايدة وكل حاجة لها اهمية في الحياة بمعنى ايه احنا دلوقتي ليه مثلا تعلمنا نجمع ونطرح وكلام ده كله عشان بنستفاد منها في الحياة يعني احنا دلوقتي مثلا لو في واحد معاه خمسة جنيه بالبلد كده معاه خمسة جنيه وراح يشتري من مكتبه قلم القلم باثنين جنيه فعارف ان بعد ما ياخد القلم هو ليه باقي ليه باقي تلاتة عارف زي اللي ان احنا عارفين ان 5-2 equal 3 صحي الكلام يبقى اذا من خلال بعرفته لعملية الادشن وعملية الجامع وعملية السبتراكشن والطرح وهكذا بيقدر يستفاد منه في الحياة العملية اوكي فطب احنا هنا من خلال بار جراف احنا هنستفاد ازاي منه في الحياة العملية طيب تعال نشوف احنا دلوقتي لازم نعرف ان العين عندنا اكتر حاجة بتفهمها هي الرسم يعني الرسمة بتبع اوضح بكتير معنا يعني انا دلوقتي لو حبيت اسأل اسئلة على الرسم اللي احنا رسمينه فبسأل ايه اكتر لعبة او ايه اكتر سبورت كان الاطفال معنا كانوا حبينها او بيلعبوها كلنا عينينا هتروح على اكبر كله اللي هو معنا ده البسكتبول فكلنا هنقول البسكتبول طيب ولو سألت ايه اصغر لعبة او قال لعبة الاطفال كانوا بيحبوها او يلعبوها فكلنا عينينا هتروح على اصغر كولم وهو الهاندبول تمام؟ فيبقى الرسمة سهدت لنا كتير طبعا اجزام ده صغير وارقام صغيرة هنقول موقع كنا عارفناهم التابول بس تخيلوا بقى لو كان عندنا مثلا عشرين لعبة كان مش فوتبول وحاندبول وبسكتبول وفوليبول وانواع كتيرة من السبورد وسويمينج وكله كان ساعدها ان البارد الرسمة هي اللي كان هتبقى بين اقدر كان عينينا على طول هتروح على اكبر كولم ونقول والله ده اكبر حاجة او ده قال حاجة فالرسم بيوضح لك بالطريقة دي تمام؟ الكلام ده كله ان شاء الله هيبان كمان اقدر من خلال الاكزامبل اللي احنا هنقولها طيب اول اكزامبل معنا بيبقى فيه عبارة عن بار جراف وفيه دلوقتي من خلال الرسم ده تعالي نشوف الاول مع بعض هو محلول للاكزامبل هنشاور بس عنه اول اكزز هو زي ما قلنا مع بعض ده اكزز هورزانتل ومحدد عليه اهو زي هورزانتل اكزز ومحدد عليه هنا بيرس يعني انواع طيور والاكزز ده اهو ما يكتبه اهو زي فيرتيكال اكزز اكزز رأسي ومحدد عليه نامبر اوف بيرس انواع او ارقام اه ايه عدد الطيور ومن خلال هنا زي فارم او مزرعة معانا بنبدأ نشوف كام نوع من البرس ونحط ايه العدد بتاعه فمسلا الشكل الحمامة هي ونبدأ نعد مع بعض هنعمل عملية كاونتنج ونعد هنلاقي انهم عاملين 7 انتم وعدوا بقى معانا وكم هن مسلا تعالي نشوف هن ادي 1 2 3 هيطلعوا 3 هن وهكزا الشكل البرد ده وشكل البرد ده البرد ده هيبقى عامل 5 والبرد ده عامل 4 تمام؟ وهنا اللي احنا بننور عليهم زا title of paragraph يعني عنوان البرغراف العنوان بتاعنا بيرس ان زا فارم يعني الطيور الموجودة في المزرعة عندنا تعالي نشوف اكزامبل كمان اكزامبل تاني التايتل التايتل مهمة اول نفهم بالكلم عني يعني انا اول مهارة تايتل animals in the garden يعني ده مجموعة من الحيوانات في الجاردين في الحديقة ومدينا اكسز اهو هو يرسم لنا الاكسز هنا عبارة عن animals الحيوانات وانواع وعملنا شكل الفيس بتاع كل حيوان اهو وهنا الاخسز البرد ده number of animals 1 2 3 4 الى 10 وهكزا فشكل دي مثلا كات تقريبا كات اهي هي 1 فازال 1 شكل الانيمال ده هنقعد نعده هنلاقيه انه 5 الفراشة هي معانا 1 2 3 وهكزا الى هنعدهم هتلاق مع بعض 7 واخر حاجة الماوس الفار معانا هيبقى 1 تمام طب نسأل بقى اهدي عملنا شكل بار جراف نقدر نقول ايه اكتر عدد من الحيوانات اللي انها في المزرعة ايه هو هنقول اكتر عدد والله كان 7 وكان هو ليه الانيمال او اعتبر انسكت حاشرة بقى اللي هو البيوتر فلاي الفراشة طب ايه قال حاجة ايه عنينا راحت على قال يقولم زي ما قلنا وطلع هو الكات يبقى فهمنا احنا زي نرسم البار جراف وفهمنا ازاي من خلال الرسمة نقدر نحدد ايه اكبر عدد ايه قل عدد مين كان واخد اكبر عدد ومين كان واخد قل عدد وهكزا هنبدأ نشوف اكزامبل تاني اكزامبل تاني بيكلم على اهو الانوان اهو يعني الحيوانات البحار يعني تعارفينه طبعا في البحر بيبقى فيه مجموعة من الكائنات الحية منها الفش ومنها التريتي وانواع من الاكتوبوس وانواع كتيرة سبحان الله يعني فهنا الاول هنبدأ نعمل هنعد الانيمالز ونحط الارقام بتاعتنا الاول بالشكل ده وبعد ما نحدد الارقام هنبدأ نعمل البار جراف بتاعنا فاول شكل من الانيمالز اهو الشكل ده هنبدأ نعد منه وان تو سري فور طلع عدده فور طيب تاني نوع من الفش وفي شكل الستار اهو ستار فش هنعدهم هتطلعوا نعيم تالت نوع من الفش اللي هو الشكل ده طلعا سابن النوع التاني الشكل ده ايه اخر نوع كان اللي هي تاني ماشي ونبدأ من خلال البار جراف ادي اهو متحدد اهو بص معي بص وانا بشاور على طول اللي هيو الاشارة الحمر اللي بتتحرك معنا ادي الاكسز الهورزنتل الافكي حطينا اهو انواع الحيوانات ورسمين شكل كل انيمال بالشكل ده والفيرتكال حطين نامبر اوف انيمال وحطين وان تو سري الى تاني وبنبدأ اه نشوف عدد كل حاجة والله الشكل ده كان عامل هنظر للفور الشكل التاني كان عامل ايه ناين هنظر للناين الاخ التاني اهو عامل سيفن اه عامل كم ده اه ايت وادي اخر واحد عامل تاني خلاص نقدر نسأل اسالة هنسأل ايه اكتر حيوان من السي انيمال زي عندنا هنبص هنلاقي اللي هو الشكل التريتل ده طب ايه اقل حيوان هنلاقي اللي هو الشكل الانيمال ده فاهمين ازاي طب اه في بقى حاجة تاني احنا عاملين نقول من الصبح هورزنتل وفاهمين ان هورزنتل يعني رأسي وهورزنتل يعني افكي طيب الاول نبص مع بعض شايفين الشكل ده ان انا بشاور عليه وبعد كده شايفين الشكل ده هل الشكلين دول زي بعض وان البصة كده هنقول لا دول حاجة دي حاجة ودي حاجة وان دي شكل وده شكل لا هما اه كشكل مرسوم مختلف لكن المعلومات اللي جواه والبيانات هو هو بس احنا غيرنا في الشكل بتاعه ازاي ده الشكل vertical اوه vertical bar graph وده الشكل اسمه horizontal bar graph ان احنا باختصار البار ده كده اعتبر بالنسبة لي بار لكن العمود ده كده زي بار البار ده واقف بشكل رأسي لكن في الهرزنطل اهي شوفوا معي البار كده واقف بشكل افكي شكل هرزنطل وهنا كان الاكسز الهرزنطل كنا بنحط عليه البرز وهنا الاكسز ال الهرزنطل كنا بنحط عليه النامبر هنا بقى الفكرة ان احنا بنحول من ده لده ان احنا بنعكس الاكسز يعني والله بدل اللي كان تحت ده هو البرز هنخليه هي النامبرز الاعداد والبدل اللي كان فوق ده البرز ده كان عباره عن النامبرز لا هنخليه الانواع اللي بنقرم بينها اي ان كانت حيوانات تيور اي حاجة فوق ادي كده بالسكيل بقى تحت هو وان تو سري فور فايف وهنا البرز شكل ده والشكل ده وشكل ده تمام ونبدأ نرسم اهو هنا كان مثلا الاجزام ده كان عندنا قبل كده اخدناه كان عام 7 فهنحدد شكل الحمامة دي برضو 7 هنا كان الهن مثل 3 هادي 3 هنظل 3 وهكذا ادي الشكل التاني نفس الاعداد اهو كان عامل 5 واخر الشكل ده كان عامل 4 يبقى اذا نقدر نسمع من نشوف النود دي نقولك ايه يعني يبدو مختلفين كلمة معناها المعلومات is the same in the post يعني المعلومات هي هي منتكلم على نفس المعلومات هنا وهنا هي هي تمام هو مجرد اختلاف في طريقة ايه عرض البر جراف طيب هنبدأ نشوف اجزامبل تاني هل كلمة convert اللي احنا اخدناها في الاول اهيه convert بمعنى يحول ان احنا عايزين نحول من صورة من صورة لشكل لشكل ايه دي هو الاجزامبل اهو برس سين انزا اد بارك يعني الطيور اللي بنشوفها في البارك وهنا مش مدينا بقى نوع الطيور لا هنا مدينا هنا شلدرن شلدرن يعني الاطفال فمسلا اطفال عندك سامي روز يوسف احمد ميري وهنا number of birds عدد الطيور في اول حاجة سامي سامي كان عارف عدد من الطيور مثلا ادي one two three four لحد ما وصلنا لsix روز كان الطيور معا الحد نايم يوسف four احمد كان شايف قد ايه شايف ايت ميري كان اكتر حد شايفة تاني تمام هل نقدر نحول من الشكل اللي هو الشكل الvertical ده لشكل هورزونتل سهلة جدا هنعكي اول حاجة نفهم ان احنا هنعكس ال access ال access اللي هو هيبقى مايل ده النايم ده مش هيبقى children لا هيبقى number بتاعت birds وبدل ما يبقى افكي بالرأس بالشكل ده اللي هو ال birds لا هيبقى اسامي الولاد ونبدأ والله كان عندي سامي كان سامي كان كان معانا مع بعض سكس هنبدأ نظل لهم برضو هنظل مع بعض هيبقى برضو سكس وبعد كده روز هتبقى آآ نايم ويوسف هيبقى four واحمد ايت وميري هتبقى تاني طيب حتى لو بدأنا نسأل السئلة بتاعتنا مين اكتر حد من الاطفال شايف تيور يعني انا هتروعها الكلوم الكبير ميري سواء كنا بصين ان من شكل ال bar graph سواء كان شكله vertical بالشكل ده او سواء كان شكله horizontal وفقي بالشكل ده تمام طيب احنا دلوقتي هناخد قبل ما ناخد example اللي جاي عايزين بس نفتكر معلومة بلكم example اكتر حاجة بتوضح لأي معنى عايزين نفهمه لو انت عندك رقم six او ورقم three يا طرع six اكبر من three ولا قل ولا يساوي اكيد six اكبر من three طرعما six اكبر من three هنقول اي greater زي دي العلامة طيب لو قلت لك مثلا two ايه two five two ايه بالنسبة five اقل ولا اكتر اكيد اقل يبقى اذا نقول two اقل من five يعني two is less زين اقل من طبعا لو مثلا رقم five five مثلا اكيد هبقى تمام يبقى احنا بس اكيد معلومات دي برضو احنا اخدناها قبل كده بس احنا عايزين بس نفتكرها مع ونقول بس ملحوظة ان دايما بص اتجاه فتحة العلامة دي في اتجاه الكبير نبص الفتحة دايما فتحتها في اتجاه رقم الكبير six او او حتى العلامة دي فتحتها في اتجاه رقم الكبير دي اول حاجة والصغية والنقطة دي اللي هو القفلة بتاعتها دي بيكون في اتجاه الايه اللي رقم الاصغر انه دي كده في اتجاه three او الاصغر من السكس ودي في اتجاه two الاصغر من five اوكي دي اول نقطة تالي حاجة عايزين نعرف احنا على حسب من الروع يعني احنا بنقرأ من left to right يعني من الشمال اليمين فاحنا بنبدأ نقول من six six هي اللي ايه بالنسبة للthree هي اللي اكبر من لكن لو قد قلت مثلا اهو لو انا اقيل السري هنا اهو دعا ساعتا انا بدأ كلامي بالsex فقول السكس ايه السري اه سوري بدأ بالسري السري ايه بالنسبة للسكس السري اقل من السكس لس زان يبقى احنا دوقتي بعض يبقى انا دوقتي عندي نحو نشوفوا كده يبقى انا عندي سواء قلت six اكبر من السري او سري اقل من السكس هي هي في المعنى يعني هبقى ده اكبر من ده او هبقى اقل من السكس هي اكبر من السري السح اللي اتنين في المعنى Gym اللي نحن نبقى بالتعود طيب احنا بقى بدانا نشرح ده علشان الاكزامبل اللي جاي الاكزامبل ده بيقول لك احنا عبارة عن باردو فارم مزرعة وفيه number of animals or insects يعني سواء احنا عندنا انسكتس يعني حشرات او animals وهنا عندنا type of animals or insects وهنا الانواع بتاعتها تمام؟ طبعا واضح من الشكل ده ومن الشكل الرسمي ده طبعا الشكل اللي هو البرجراف اللي هو ايه horizontal بحيس ان احنا عطيني الارقام الاكزز اللي بتاع الارقام او numbers ايه هو اللي في اتجاه الايه horizontal والحاجات اللي احنا بنقارن بينها هي ايه في الاكزز اللي ايه الرأسي ده الاول قبل بنبدأ البرجراف احنا عايزين نعمل ايه؟ نحدد الاعداد وهنا كمان مش هنحددهم بس احنا هنعمل عملية مقارنة يعني تعال نشوف زي ايه الاكزامبي اللي قدوا مع بعض نبدأ بيقول لك او number of peas احنا number of peas كام؟ لما نبدأ بيز يعني اللي هي النحلة ده هنعدوه مع بعض وان تو سري فور وهكذا من خلال الرسمة كلها هنجيما عاملين مع بعض تاني اوكي؟ وبعد كده number of هنز هن اللي هي الدجاجة هنعدوه مع بعض وان تو سري فور فايف سكس اهم سيفن اهم مع بعض بعد كده بعد ما بنحط النمبر ده والنمبر ده بنبدأ نشوف كمان هو عايز نعمل عملية compare compare مقارنة مين اكبر من اصغر من يساوي فطبعا التاني بالنسبة للسيفن ايه؟ greater than تمام اكبر وكذلك في بقيت الحيوانات معنا تعال نشوف واحدة واحدة بقى number of rabbits rabbits الى غانب هنعدوه مع بعض اطلعوا 5 طيب number of cows كاو بقرة طبعا اطلعوا 5 يبقى ايه؟ يبقى يساوي نحط عالمة equal ان هم مع بعض لما نقررينهم مع بعض يساوي equal طيب number of horses horse يعني حصان 3 number of piece تاني طلعوا 10 هه؟ 3 بالنسبة للتاني اكيد less than بعد كده number of hands 7 كنا نساوي لنا وnumber of rabbits عدناهم برضو 5 اكيد ايه 7 بالنسبة لل5 لا 7 اكبر من 5 greater than number of cows 5 number of horses 3 اكيد 5 اكبر من 3 احنا من خلال هن عملنا كزا حاجة عملنا عملية counting عملنا عدناهم وعرفنا كل عدد عبارة عن ايه من الحيوانات بعد كده عملنا عملية compare قررنا من اكبر ومن اقل ومن equal بعد كده هنروح على الbar graph بتاعنا ونحط ايه القيم اللي احنا حصلنا عليها او عدناها ايه من خلال ان احنا بنظلل بالشكل ده او فمثلا الكاو كان عندنا العدد بتاعهم 5 الهن كان العدد بتاعهم 7 الهورس كان العدد بتاعهم 3 اما رابت كان العدد بتاعهم 5 والب كان العدد بتاعهم 10 طيب تيجي نسأل بقى مع بعض اكتر عدد كان ايه شايفينه مع بعض كلنا هنبص على اكبر كولم وحنقول البي طب ايه اقل العدد كان تابع مين كان تابع الهورس انه ده اقل كولم احنا شايفينه وهو العدد بتاعه 3 تمام احنا كده ان شاء الله تكون خلصنا الفيديو النهاردة واتمنى ان انتو تكونوا استفدوا وفهمتوا الموضوع كويس ويا ريت تدعمونا باشتراك في القناة ولايك وشير ونشوفكم ان شاء الله الفيديوهات الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته